قال الرسول بولوس أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون أن المسيح مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب أنه دفن هذا جزء من العقيدة والإيمان المسيحي حبائي أنا موجود في قرية الناصرة في مدينة الناصرة وهذه المنطقة تعتبر نموذج أو نسخة عن حياة يسوع المسيح في الناصرة من ألفين سنة وأنا أيضا موجود أمام قبر يعتبر كمان نموذج أو نسخة للقبور القديمة في القرن الأول خليني أرجع للموضوع أكد عليه المسيح مات فعلا مات على الصليب وحتى يتأكدوا من موت المسيح واحد من الجنود طعنوا في حربة فخرج طبعا دم وماء وهذا كان تأكيد لموت الرب يسوع المسيح عادة في العادات الشرقية أن الميت ينبغي أن يدفن في نفس اليوم وطبعا في حالة يسوع المسيح كان لازم يسرعه لأنه كان السبت العظيم قبل دخول السبت قبل دخول الفصح للاحتفال فكان لازم يسرعه في دفن المسيح وهكذا طلب رؤساء طبعا أنه يفعل هكذا لاحظوا معي أنهم كسروا ساقي للصين عن يمين ويصار المسيح ولكن عندما جاءوا إلى يسوع المسيح وجدوه قد مات وطعنوا بالحرب لكي يؤكدوا على موته وعندما سأل بيلاطوس عن يسوع المسيح تعجب أنه هكذا مات سريعا فطبعا الرب جهز اثنان من منصب عالي واحد اسمه يوسف الرامي والشخص الآخر نيقوديموس لإعداد القبر يوسف الرامي تبرع بالقبر ونيقوديموس تبرع أيضا بالحنوط نكتشف أنه يوسف الرامي كان مؤمن بالسر وأنه كان من مجمع السنهادريم ويقول كتاب أنه لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم كان إنسان غني مشير شريف منتظر ملكوت الله أي أنه ينتظر المسيح المكتوب عنه أنه كان رجل صالح وبار أيضا وأنه تلميذ ليسوع والشيء العجيب أنه كان يمتلك بستان بجانب حادثة الصلب والصلب مثل ما ذكرت عادة على قارعة الطريق الشيء الغريب أنه كان عنده بستان جميل وفي داخل البستان قبر جديد حفروا بنفسه قبر جديد لم يدخله إنسان وطبعا محفور من الصخر هذا الشخص تجاسر وطلب من بيلاطوس أن يأخذ جسد المسيح لكي يدفن قبل دخول السبت أما نيقوديموس فنقرأ عنه بإنجيل يحنى أنه الشخص الذي جاء إلى يسوع ليلا وقال له يسوع الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله وفي إنجيل يحنى أيضا إصحاح السابع لم يكن موافقا على رأي مجمع السنهدريم بخصوص هوية يسوع المسيح فطبعا هو يعرف عن يسوع لأن المسيح قبلا قال له وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون له نور الحية هذا الشخص الذي كان يؤمن بالمسيح ليلا فالآن نراه مؤمن في إشراقة النور والنهار أيضا وأنه يجازف بحياته إذ يأخذ جسد يسوع مع يوسف الرامي حتى يدفن في القبر القبر طبعا عادة إما بيكون مغار أو محفور في الصخر بينحني وبيفوتوا لجوه في مكان اللي بيضعوا الجثة على مكان القبر فطبعا أخذوا جسد يسوع المسيح وأتوا به إلى هذا القبر والجدير بالذكر أنه نيقوديموس أحضر سبعين رطل من الأطياب مزيج من المر والعود مع إبهارات كانت تعجن مع لفائف الكتان كانت تغمس وكانوا يلفوا جسد يسوع المسيح طبعا لا يعرضوا الجسد ولا يضعوه في تابوت مثل هذه الأيام وينبغي أن طبعا يدفن في نفس اليوم وبالنسبة ليوسف ونيقوديموس هذا معناه أنهما تنجسا لأنهم لمسوا جسد ميت فطبعا لا يستطيعا أن يتناولا الفصح اليهود لكنهم استكفوا أن يروا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فإذن إخوتي وأخواتي مش هن الأوائل اللي كانوا لأن النساء أتينا إلى القبر وشاهدنا القبر حتى يجهزوا أيضا الحنوط هي عبارة عن روائح عطرة زكية لتحافظ على الجسد وحتى طبعا ما تتعرض للريحة إنتنا وجدير بالذكر أيضا مريم من بيت عنيا رشت عطر ناردين على يسوع المسيح وعندما اعترضوا عليها قال يسوع اتركوها إنها ليوم تكفيني فكل هؤلاء اشتركنا في وضع الحنوط والأطياب على جسد يسوع المسيح ثم أدخلوا جسد المسيح في القبر ودحرج حجر عظيم وطلبوا طبعا إذن من الوالي الروماني بيلاتوس إنه يختم القبر حتى لا يسرق وطبعا هذا دليل إنه المسيح فعلا مات وطبعا القبر هو قبر عائلة عادة بعد سنة بيأخذوا الرفات ويضعوها في أشورز اللي هي صندوق إما من الفخار أو الحجر هذه العادة كانت تمارس في القرن الأول في أيام المسيح بعد سنة أي انتهاء سنة الحداد على الشخص وهذا الحجر الكبير حتى يمنع أيضا دخول الحيوانات الشرسة لألا تتهم الجسد هذا كله أحبائي لتتميم النبوة التي قيلت في شعياء النبي أنه جعل قبره مع الأشرار فعلا اتصلب مع الأشرار ولكن عند مع الغني عند موته أنه استعار قبر غني فقط لويكند يعني لنهاية الأسبوع لثلاثة أيام ثم قام من بين الأموات فدفن يسوع المسيح حتما أنه مات وأنه في العقيدة المسيحية أن المسيح فعلا مات لخلاص البشر من قرية الناصر أنا بحييكو أنه فعلا ندرس كلمة الله ترجمة نانسي قنقر